السلام عليكم متابعي دراما سبورت بالبداية قبل ما نحكي عن المباريات القادمة للمنتخب حابب أدم اعتذاري لبعض المتابعين ممكن اجداد بالقناة على الحدية اللي كنت عم بحكي فيها بالفيديو الماضي طبعا هاي الحدية والحدة بالكلام ممكن المتابع القديم للقناة بيعرف شخصيتي وبيعرف طريقتي بالكلام باني أحيانا مكون منفعل من دون قصد إساءة لشخص أو لصديق أو لأخ موجود فيها الحال أحيانا عم بعطي معلومة أو بطرح معلومة بطريقة ممكن تكون فيها نوع من العصبية لكن لازم تتفهموا وضعنا كشعور مشجع كشعور شخص عم بيعاني من نتائج المنتخب من الكوارث اللي عم بتصير بالكرة السورية فالشي اللي عم بيصير بظن أنه أغلب المتابعين وأغلب الأصدقاء واصلين لمرحلة من الغليان فهذا الغليان كمان مؤثر علي يعني أنا عم بحكي بطبيعتي عم بحكي بعساجية أحيانا حتى هذا الفيديو من دون تحضير فبالتالي ممكن تلاقي ببعض الأحيان في نوع من الحدية لكن أكيد ما لمقصودة لشخص معين أو لأخ أو لصديق موجود بظن يعني أغلب المتابعين القدامى فهمانين الموضوع بكل حزافيره وأحيانا بيتقبلوا مني حتى هذا النوع من الكلام لأن خلص يعني يعتادوا على هذا الأسلوب بس رغم ذلك بقدم اعتذاري مرة تانية للمتابعين الاجتاد وإن شاء الله نحسن شوي من طريقة الطرح لما منحكي عن معلومة أو منحكي عن شغلة معينة لأن وبصريح العبارة حتى في ناس بالفيديو الماضي ممكن أساءت الفهم بطريقة ما بأن فكرت بشكل أو بآخر بأني أنا عم بتقصد الحديث عن الأستاذ لطفي الاستواني وعن الفيديو اللي طلع فيه وتحدث عن تغيير جلد المنتخبة ومن هذا الكلام أول شغلة حابب أحكيها الأستاذ لطفي الاستواني هو أستاذنا فبالتالي مستحيل يستحيل أتقصد شخص وقامة إعلامية بحجم الأستاذ لطفي وأساسا أغلب الفيديوهات اللي بصورها بتكون قبل بيوم أو ممكن أنا أحيانا بصور ثلاثة إلى أربع فيديوهات باليوم بحكي فيها عن عدة قضايا وعن عدة مواضيع فبالتالي الشي اللي حكيته عن موضوع منتخب الشباب وتغيير الجلد إلى منتخب الرجال ومن هذا الكلام وقبل عرض فيديو الأستاذ لطفي الاستواني فبالتالي ما كان عندي علم أساسا بشي اللي بديو يحكيه الأستاذ لطفي وأي شي بيحكي الأستاذ لطفي هو نابع من صوت إعلامي صحفي وبالنهاية هو مشجع سوري مواطن سوري عم بيعاني مثل ومثلنا ممكن نكون مختلفين ببعض الآراء ممكن نكون كل شخص بيعبر بطريقة معينة بس بالنهاية العين ما بتعلق عن الحاجب أعى الأستاذ لطفي أحد الأشخاص السباقين بالإعلام السوري اللي تواصلوا معي شخصيا بعد الحرب اللي صارت وتطمن عليه فهذا الشي ما بظن أنه لازم نتناقش فيه لذلك الأشخاص اللي فهموا الموضوع بشكل خاطئ بتمنى تصححوا هاي المعلومة الأستاذ لطفي أستاذنا نحنا بنتعلم منه نحنا أصغر من أنه نحكي عن الأستاذ لطفي على كل حال قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن المباريات القادمة للمنتخب بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة لا تتفاعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز قبل حوالي أسبوعين طبعا تحدث الأستاذ لطفي الأستواني اليوم حكينا كتير عن الأستاذ لطفي لكن كله حديث إيجابي حكي عن مباراة محتملة قدام المنتخب المصري طبعا أي شي بيحكي الأستاذ لطفي هذا شي صحيح أو مصدر موثوق من اتحاد كرة القدم هون بدي أوجه رسالة لموقع سناك سوري هذا الموقع بالذات تحدث بصيغة معينة بعدما أعلن الأستاذ لطفي وكان أول شخص بيحكي عن مباراة مصر وسوريا مباراة محتملة بين مصر وسوريا مباراة ودية فطلع موقع سناك سوري بيحكي بصيغة بأن هو صاحب المصدر أو أنه نحن تأكدنا من مصدر خاص فضل عدم الكشف عن اسمه بين في مباراة بين منتخب سوريا ومصر يعني هذا الأسلوب الإعلامي من الموقع بظن يعني مرفوض تماما وأنا بحكيها بالنيابة عن الأستاذ لطفي أمر مرفوض تماما طالما الأستاذ لطفي أول من تحدث عن هذا الموضوع فلازم تعطي حقه تحكي عن اسمه وليس نسب الخبر إلك كموقع أو كشخص أو كقناة أو كصفحة فبالنهاية المواقع السورية الله يعين الله يعين يعني أنا بصراحة يعني ما عم تابع بشكل كبير بس لما بتابع موت من أهري الشخص عم بيحكي لك عن خبر ما حدا نشره وانت جاي تأخذ الخبر ويلا نحكي فيه فأعلى الأقل التوضيح يعني مهم جدا نرتقي لما بوجه هذا الكلام للإعلام فأنا بوجه الكلام لناس معنيين أو لناس اختصاصهم هذا الشيء فبتمنى ما حدا يعني يشتغل بهذه الطريقة لأن الطريقة نوعا ما فيها تقليل من احترام صاحب المصدر الحقيقي بعرف يا شباب ما نكون بهذه الشغلات لكن مهم جدا نعطي كل ذي حق حقه الأستاذ لطفي تحدث عن مباراة مصر لكن ما صار الحديث بشكل كامل عن موضوع تاريخ المباراة المباراة بشكل عام بشهر عشرة ما رح تقام ولا بأي شكل من الأشكال ليش؟ لأن المنتخب المصري في عنده عدة لعيبة محترفين وحتى منتخب سوريا المحترفين غير قادرين على اللعب مع المنتخب السوري بشهر عشرة تحديدا الموضوع صعب جدا ليش صعب جدا؟ لأن ما فيه توقف دولي ما فيه أيام فيفا المباراة رح تكون مكثفة بالدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي كمان لأن كأس العالم على البواب فبالتالي بشهر عشرة أي شخص بيحكي لك عن مباراة ودية للمنتخب إطلاقا ما فيه مباراة ودية صعب جدا تأمين مباراة ودية للمنتخب بالمحترفين أو باللاعبين أو بي بي أي شخصين كان لأن ما فيه دوري رح يتوقف لا بالعالم وممكن حتى بالدوري السوري إن شاء الله ما نلاقي توقف لأن اعتدنا الدوري السوري بيتوقف حتى من دون سبب ومنروح لشهر 11 شهر 11 ممكن إقامة مباراة مصر وبالتالي فينا نقول مباراة مصر تقريبا ما منقول شبه محسومة لكن موجودة على قائمة اتحاد كرة القدم وبإمكاننا نلعب مع منتخب مصر بشهر 11 طيب بأي وقت ممكن نلعب مع منتخب مصر بشهر 11 ليوم بتسعة 11 صعب جدا تلعب لأن كمان لسه الدوريات رح تكون شغالة من 9 إلى 20 11 في مجال خلال 10 أيام تلعب مباريات ودية في بهال 10 أيام إمكانية في بهال 10 أيام ممكن تلعب حتى مبارتين ممكن نلعب مباراة تانية بشهر 11 بعد مباراة مصر أو قبل مباراة مصر قدام منتخب آخر وتحدث الأستاذ صلاح رمضان عن مباراة إمكانية عمل مباراة قدام منتخب أذربيجان ممكن في ناس رح تقول منتخب أذربيجان شوها المنتخب ومن هالكلام نحن بنحتاج بصراحة يا جماعة بنحتاج لمباراة مع منتخب شوي أقل شوي ممكن يكون أو حتى بمستوى منتخبنا بالوقت الحالي حتى منتخب أذربيجان بمستوى منتخبنا فبالتالي منتمنى نلعب هيك نوعية من المباريات يعني إذا لاحظنا منتخب مصر بالفترة الأخيرة عم بيلعب مباريات سهلة ليش عم بيلعب مباريات سهلة؟ عم بيلعب قدام النيجر قدام ليبيريا وحاليا عم بيسعى على مباراة قدام منتخب سوريا السبب أول شي منتخب مصر ما تأهل لك أس العالم هذا السبب الأول لكن السبب الثاني لمنتخب مصر خلال الأشهر الماضية عانى من بعض النتائج السلبية قدام كوريا الجنوبية تعرض لخسارة قاسية وقدام منتخب إيران تعرض لعدة خسارات متتالية وقدام منتخبات نوعا ما يعني فينا نقول جيدة لكن منتخب مصر كمان منتخب قوي لما بتخسر قدام كوريا بالأربعة فأكيد النتيجة رح تكون كبيرة فشو عمل الاتحاد المصري؟ حاول يعيد نوعا ما الثقة للععبة منتخب مصر من خلال بعض المباريات السهلة فبالتالي يلعبوا مع منتخب النيجر حققوا الفوز مع ليبيريا حققوا الفوز ممكن يلعبوا مع منتخب سوريا يعني مباريات ممكن تكون أخف على المنتخب المصري يظهر فيها اللاعب وياخد فيها الثقة ويجربوا عدد كبير من اللاعبين أنت لما بتلعب مع منتخب بنفس المستوى أو حتى أفضل منك بشوي أو مستقر أكتر منك فهون أنت أحيانا بتحتاج للمعجزة أو للحظل الفوز على هالمنتخبات وخاصة أنت معنك منتخب محضر بشكل جيد لذلك بتمنى بشهر 11 يكون فيه سعي لمبارتين بإمكان منتخبنا يلعب مبارتين بشهر 11 خلال عشر تيام فإن شاء الله يكون فيه هذا الشغل الحديث عن منتخب مصر إلى الآن ما صار شي رسمي أنه خلص تأكيد إقامة مبارات سوريا ومصر لكن فينا نقول بأن الشي الموجود حاليا يدعو إلى التفاؤل بأن ممكن نواجه منتخب مصر رح تكون مباراة ممتعة إن شاء الله أما مباراة أزربيجان فهي كمان أنا بشوفها مباراة مهمة جدا للمنتخب وإذا ما لعبنا مع أزربيجان ممكن نلعب مع قرغزستان مع أي دولة فيها استان يا عم يا همشي نلعب مباراة تكون شوي خفيفة لأن أخذنا نوع من الثقة قدام طاجكستان فبيلزمنا هيك نوعية من المباراة صدقا بيلزمنا لأن الوضع أحيانا بيحتاج لغوام المالديف أنت بتحتاج لإعادة الثقة إعادة شوي الرغبة شوي تروح للمنتخب منلعب مع عدة منتخبات قوية إذا بنخسر ما بنستفاد شي بصراحة بنحكيها لأن هلأ إذا لعبنا قدام اليابان ما رح نستفيد أي شي إذا بنلعب قدام كوريا الجنوبية ما رح نستفيد أي شي ليش؟ لأن هن المستقرين عندهم كل الإمكانيات نحن منروح منلعب نخسر هنن بيستفيدوا من موضوع الاستفادة من المنتخب السوري منتخب سهل أو منتخب حاليا بوضع غير مستقر ونحن ما بنستفيد شي لأن رح نعاني بعد كل مباراة رح نطالب باعتزال كل اللاعبين واعتزال التشكيلة وتغيير التشكيلة وكمان رح نطالب بإيقالة المدرب فبالتالي ما رح نستفيد أي شي تلزمنا عدة مباريات سهلة نصيحة لاتحاد كرة القدم يشتغلوا على هذا الموضوع عدة مباريات سهلة لإعادة الثقة حتى لو ما كان العدد كبير من اللاعبين المحترفين اللي موجودين دائما بالمنتخب لا للعيبة المغتربة اللي ممكن تيجي للمنتخب وتتقلق نشوفها بشكل أفضل ما تكون تحت الضغط هذا الشي اللي أنا بتمناه حرصا على المنتخب نتمنى نشوف اللاعب المغترب اللي بيجي كمان يلعب بعدة مباريات سهلة لأن المباريات الصعبة بصراحة كمان عم بينظلموا فيها على كل حال هذا كل شي حاب أحكيه عن المباريات القادمة بشهر عشرة ما في أي مباراة للمنتخب الأول في دوري في تصفيات آسيا للناشئين ممكن نحكي عننا كمان ومباريات الدوري السوري وعدة دوريات أخرى عربية خلال الشهر القادم شهر عشرة أما شهر 11 رح تكون في مبارتين إن شاء الله إذا تشتغل عليها الاتحاد السوري لكرة القدم بتمنى أعجبكم الفيديو تكون بصحة وخير وسلامة